تواصل بعثة حق القرعة تقديم تيسيرات وخدمة لحجاجها بفنادق إقامتهم بمكة المكرمة وذلك تمهيدا لأداء مناسك الحق كما يتابع الضباط من خلال غرفة عمليات البعثة بمكة المكرمة كافة متطلبات واحتياجات الحجاج وتلبيتها وهو ما أشاد به الحجاج على مقربة من المسجد الحرام تقع فنادق حق القرعة حيث يواصل ضباط البعث تقديم الخدمات والتيسيرات لهم تمهيدا لأداء المناسك ندوات دينية وتتقافية وصحية تقام لهم بحضور الوعاظ والوعزات للتوعية بالسلوكيات الصحيحة أثناء أداء المناسك يتم التنسيق بصورة رائعة مع وزارة الداخلية حقيقة مدينا مساحة كبيرة جدا وبتفرد لنا مكان نقول فينا دوات وإن شاء الله نبقى موجودين مع بعض في المشاعر وفي منا وفي عرفات بنأكد على الحجاج للتزام بالأداء والسلوكيات اللي تظهر المسلمين بمظهرهم الحسن أمام شعوب العالم بنكون معهم وبنفهمهم أنكم ما تتدفوش ما تعملوش سلوكيات خاطئة قد تؤدي إلى أخطار وتحرص وزارة الداخلية على توفير رعاية طبية متكاملة للحجاج فداخل كل فندق عيادة طبية لمتابعة حالتهم الصحية البعث الطبية بتقدم خدمة طبية متكاملة لكل الحجاج ما بين أداء تشغلها 24 ساعة بتقدم أدوية في كل التخصصات بشكل مجاني من فرق طبية بتتابع المرضى إذا كان حد يحتاج تحويل لمستشفى من المستشفات الموجودة ويحرص دباط البعث على تفقد حالة الحجاج والاطمئنان عليهم داخل غرف إقامتهم غرفة العمليات الرئيسية بمكة المكرمة والتي جهزتها وزارة الداخلية لخدمة ضيوف الرحمن تواصل العمل على مدار الساعة بجميع أقسامها للعمل على راحة الحجاج والرد على استفساراتهم وتنظيم وتيسير أداء المناسك عليهم ارتياح كبير بين الحجاج لجودة الخدمات المقدمة والاهتمام الذي توليه بعثة حج القرع لهم على مدار الساعة فيه تنظيم في القوض، فيه تنظيم في المقابلة، فيه حسن معاملة الخدمات فوق المستوى، رجالة الشرطة من الصغير لكبير يشكروا على المجهودات في المعاملة كل خدمات جميلة وكل حاجة حلوة والفنادق حلوة، والوزارة الداخلية هنا عمل حاجات مجهودات جميلة جداً عمل متواصل لخدمة حجاج القرع وتنظيم دقيق لكل مراحل الحج لضمان موسم حج ناجة خدمات متكاملة تقدمها بعثة حج القرع لحجاجها بفنادق مكة مكرمة والتي تم اختيارها بعناية لتقدم أفضل خدمة للحجيج أثناء الإقامة وكذلك أثناء تأدية المشاعر المختلفة بعرفات ومنى إضافة إلى ندوات التوعية التي تقام داخل هذه الفنادق وغرفة العمليات التي تتولى تزليل العقبات أمام الحجاج أثناء تأدية المناسك من أحد فنادق إقامة حجاج القرع بمكة مكرمة عبدالله بركات التلفزيون المصري